المهاجرون واللاجئون في ليبيا مشكلة تحولت إلى أزمة عقب 2011 مع غياب سطلة القانون وامتهان المجموعات المسلحة لتجارة البشر وتهريبهم عبر المتوسط نحو الشواطئ الأوروبية وهي مشكلة لم تؤثر فقط على ليبيا بل دول المنطقة بأسرها ملايين البشر خلال قرابة عشرة أعوام عبروا أو حاولوا عبور المتوسط بعضهم نجى ووصل إلى مقصده وآخرون لقوا حتفهم في أكبر مقبرة عرفت للبشر خلال الأعوام الأخيرة أرقام دعت دول الحوض المتوسط لا سيما الأوروبية المتضرر الأكبر من الهجرات لاتخاذ إجراءات صارمة لكبح جماح المهاجرين فبدأت حملات منظمات غير الحكومية من على شاكلة أطباء بلا حدود وغيرها بتسير عمليات إنقاذ وانتشال لمن عاكستهم مواجو البحر كما أن الحكومات الأوروبية استنفرت وقرت تدشين عمليات بحرية أوكلت لها اعتراض المهاجرين في عرض البحر أرقام لم تثنيها تلك العمليات عن التضاعف فبدأت الدول الأوروبية بالبحث عن حلول لعادة المهاجرين إلى بلد العبور وهو ليبيا وهنا جاءت اتفاقية من المجلس الرئاسي لعادة المهاجرين إلى ليبيا لحين النظر في طلبة لجوئهم الواقع في ليبيا التي يعاني مواطنها بالأساس من مشكلات أمنية لم يكن في صف المهاجرين فهنا تعرض لانتهاكات جسيمة وصلت لحد عادة تجارة الرق من قبل المجموعات المسلحة وهما أثار رد فعل دولي ومحلي واسع أقر على إثره نقل المهاجرين من مراكز الاحتجاز في ليبيا إلى بلد ثالث لتوطينهم بالإضافة إلى فتح برامج الإعادة الطوعية التي تشرف عليها منظمة الهجرة الدولية في ليبيا التي تعتبر شاطئ عبور طفح الكيل بشبابها أيضا فاستعملوا شاطئهم كمرفأ للهروب من جحيم الآزمات الاقتصادية والأمنية التي باتت تتفاقم في البلاد دون نجاعة أي حل يطرح وهم أيضا عانوا ما يعانيه المهاجرون من كل الدول الذين استسهلوا العبور من الشاطئ الليبي في ظل غياب الأمن والرقابة تسعة عوام ونيف كانت الأسوأ في حياة مهاجرين طمحوا لحياة أفضل غير أنها تحولت إلى مأساة استعرضنا جانبا منها في اليوم العالمي للمهاجرين ترجمة نانسي قنقر